الكلمة الصفية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها الكلمة الصدق المليانة حق تقدر بيها تسعد الناس كلها كلام من القلب بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم هحكي لكم حكاية واحدة صاحبتي بتحكي عن ابنها الصغير وانها لقيته فجأة جاي بيجري وهو مخدود جدا وبيقول لها يا ماما الحقي النجمة وقعت من السماء وزاد استغرابه اكتر لما لقيها ما تخضتش ولا استغرابت ولا حاجة وساعتها قالت له عادي يا حبيبي اللي انت شفته ده مش نجم ده اسمه شهاب قالها يعني ايه شهاب قالت له ان فيه صورة في الكرآن اسمها صورة طبارك هات المصحف وتعالى نقراها وانت هتفهم كل حاجة وابتدت تقراله وحدة وحدة لحد ما وصلت للآية اللي ربنا بيقول فيها انه سبحانه وتعالى خلق في السماء مصابيح وجعلها بترجم الشياطين اللي عايزين يطلعوا للسماء وقالت له كمان ان فيه صورة في الكرآن اسمها صورة الجن فيها آية بنفس المعنى وان الشياطين والجن اللي بيطلعوا للسماء عشان يسمعوا القرآن الشهب دي بترجمه وتحرقهم وبرضو خلته يقرأ الصورة دي عشان يتعلم ويفهم أكتر ساعتها الولد سرح بعانيه بعيد وقاعد يفكر وأكيد بقى في دماغه أسئلة كتير جدا عن العالم الآخر وأكيد احنا كمان كلنا جوانا تساؤلات كتير جدا يا ترى ايه هو العالم الآخر اللي احنا ما نعرفش حاجة عنه ولا بنشوفه هنكملوا مع حضراتكم النهاردة ونفهم أكتر ونتكلم أكتر عن عالم الجن والعالم الآخر مع الدعاء الإسلامي الشيخ محمد توفيق أكيد بالرحب بالتصالات حضراتكم وأسئلتكم تقدروا كمان تبعتونا اسم اس على رقم 9-1-2-3-5 فينتظر حضراتكم ولكن بعد الفصل العالم الآخر والتساؤلات الكتير جدا اللي جوانا ترى ايه هو العالم الآخر هيكون كلامنا ان شاء الله وبنكمله مع حضراتكم النهاردة مع دعي الإسلامي الشيخ محمد توفيق أكيد بالرحب بالتصالات حضراتكم وأسئلتكم تقدروا كمان تبعتونا اسم اس على رقم 9-1-2-3-5 شيخ محمد سلام عليكم وبعزي حضرتك طبعا فعمة حضرتك يعني هالأجواء اليومين دول صعبة شوية وأنا بقدملك العزة بالنيابة عن أي مشاهد بيشوفنا دلوقتي وبالأصال عن نفسي شخصيا بقدملك واجب العزة في وفاة جدتك الله يرحمها ويحسن إليها وأرجو من الله العلي القدير أن يجعل قبرها وقبر موتانا روضة من رياض الجنة ويبشرهم جميعا بالجنة ويؤمنهم من فزع يوم الدين ويجعلهم ممن يأخذون كتابهم باليمين ويدخلهم جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك لنا ولها العفو والعافية وأن لا تفتننا بعدها ولا تحرمنا أجرها وتغفر لنا ولها ولجميع المسلمين أحياء وميتين آمين 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 الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والإنس والجن يموتون وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسول الله بالحق والهدى وجعله رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وفي كل حين عليها فتر الصلاة والسلام يعني وحنا نتكلم النهاردة عن العالم الآخر ويمكن نتكلم عنه الحلقة اللي فاتت خلينا نقول هو أنواع ولا هو نوع واحد ولا إيه احنا بعد إذن حضرتك في الحلقة اللي فاتت كانت البداية الملف والملف العالم الآخر ده اللي احنا فيه وتكلمنا في البداية عن الملائكة لأنها تعد من العالم الغيبي العالم الآخر وقلنا هناك العالم الآخر أيضا من الجن الجن يعني مذكور في القرآن بأنه كائن عاقل فاهم واعي له خواص والله كلفه بالعبادة يبقى طالما كلفه الله بالعبادة يبقى ما قدرش أقول عليه هو زي الحيوان زي الجماد هو شجرة هو إيه بالزط لا ده كائن كائن ولكن لا يعلم كيفيته حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى ومن أراد الله له أن يقول طيب كائن الجن زي ما احنا بنقول إحنا بني آدم يبقى أبونا آدم بداية الجن بني إبليس بنوا إبليس بنوا إبليس يعني أولاد إبليس النوعية بتاعتنا إحنا آدم إنس يؤتنس بي ويلمس ويحس يبقى ده اسمه إيه إنس طيب جن يبقى إبليس إلا إبليس كان من الجن يعني إيه كان من الجن يعني من فصيلة الجن جنسه أو نوعه أو هيئته جن يعني إيه جن برضو إحنا لما نقرأ في القرآن نجد إن سيدنا إبراهيم عليه من الله السلام ربنا لما ذكر بداية الهداية لسيدنا إبراهيم ألف لما جن عليه الليل جن عليه الليل يعني إيه جاء الليل بظلمته فستره فلا يرى ولا يرى أي يعني 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 إحنا عايزة أقولها إيه بأسلوب اللي أنا بتكلم به فضل عشان بس إيه مش لي عشان الناس كلها تكلم آه يعني ستات حتى اللي بيسمعونها مش هقول للرجالة خلا بالستات اللي بيسمعونها على الدحالهم في البيوت دول يبقوا فاهمين إحنا بنقول إيه فضل آه لا يرى ولا يرى يعني آه لما نقول هي الجو ضلمة النور قطع أو اللم بتطفط أو حاجة زي كده وإحنا بالليل الغرفة القضى اللي إحنا فيها بتعمل إيه بتضلم يبقى ضلمة لنا شايف قدامي ولا اللي قدامي شايف يبقى دا اسمه إيه جنة الإنسان من أن يرى يعني ستر اتساتر خلاص ولذلك كمان الجنين بص أنا قلت إيه الجنين على طول هيقوله اللي ببطنه أمه يبقى المولود أو الطفل اللي هو لسه في بطن أمه ما بنقولش عليه لا طفل ولا فلان ولا علاج أم اللي بنقول عليه جنين ليه لأن وحدة حامل من غير ما استعمل بقى إيه الأجهزة العلمية الحديثة وبصي لها كده أنا شايف إيه اللي ببطنها أعرف إيه اللي ببطنها ما عرفش ولا شايف حاجة إذن هو مصطور عني طب لما شفته بالأجهزة هقول عليه بقى جنين ما أنا شايفه آه أقول عليه جنين ليه لأن أنا شفت هيكله لكن ما شفتش باقي معلوماته ما شفتش عرفش تطفيره هو عاقل ولا لا مبصر ولا أعمى بيسمع ولا أطرش بيتكلم ولا أخرص هيتم ولا مش هيتم عمره قد إيه رزقه قد إيه هل هو شقي ولا سعيد ده ده يمكن الحاجات اللي هي لا يعلمها أساسا إلا الله سبحانه وتعالى إذن طالما خفي علي من أصوله الكثير فهو بالنسبة لي مصطور إذن هو جنين يبقى كل ما خفي عن العين أو عن أن تراه العين أنا مش شايفه يبقى ده اسمه إيه الجن الشيء الذي ولذلك يقوله كمان على الحديقة البستان جنة مش في صورة الكهف فلما دخل ولولا أن دخل جنة أنت لسه هسأل حضرتك هل في ارتباط بين الاسمين أه ولا لأ أه ما نقوله هو دخل جنته والجنة اللي احنا بندعو الله تبارك وتعالى برحمته مش بعملنا ملناش عمل يدخلنا جنة ده كل شيء برحمة ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لأنه وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوه لكن أعملنا بتحصى اختصارا أعملنا بتحصى إذا الذي يحصى أمامي الذي لا يحصى فالذي لا يحصى كثير ويمحي الذي يحصى يبقى لو دخلنا للجنة بإذن مين بإذن لألهم وعدنا للجنة أحيانا وميتين يا رب العالمين غائبين وحضري أمين يا رب عزيزينك ناخد التليفون مدام ياسمين عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير الصوت وطيره عزيزينك بس اتعلي صوتك شوية حاضر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله معلش بس أتعلي حضرك فؤال فضالي أنا بس أنا أوان الحمد لله يا رب أنا مش بيقامل بحاجة اسمها أعمال نعم يا أول حاجة تانية حاجة أنا عشت كلها معالي الجوزي أعمال ودجل وعفريت وكذا مرة كنت أتطلق بسبب التلام ده يعني إيه أعمال ودجل وعفري بيعملوا إيه يعني يعني إيه بقى يعني مثلا آآ أخو جوزي قال إن أنا آآ عمل أعمال لمراتب العفري يعني ملبسة مراتب العفري أم ألبس صوت لوحديها وبيقم عليها لوحديها أم وأنا والله يا العظيم الحمد لله يا رب مش بتبدأ خلص حاجة اسمها كذا وش معنى أنت بالتحديد أنت فيه مشاكل بينك وبينك غريبة غريبة في العيدة آآ تمام أوكي لا وكمان وكمان نقول سبب كمان آآ ان انت بتقولي أخو جوزي آآ بيقولك إن انت عاملة لمراتب أيوة يعني سلفتها سلفتي بزرق وطبعا مش عاوزين وصف السلايف الغيرة مش كلهم والله آآ فهي حاجة الحاجة التانية أكمل آآ تضبلي الحاجة التانية إن آآ أخو جوزي برضوك اللي هو جوزها بقى آآ رجع بعد آآ يومين ثلاثة يقول إيه ده أنا معمولي عمل عشان ما اشتغلش آآ وانت برضو اللي عملائه أصلا مرتك اللي عملالي اللي هو أنا برس آآ حمدتي وقعت في الشارع تعالى آآ طبعا مش عدو الأسامي آآ طبعا آآ تعالى مرتك عملالي عمل ليه يا مام عشان وقعت في الشارع آآ أكسم بالله أنا عادي أنت وقعدين في بيت عيلة بيت عيلة بس الحمد لله يا رب العالمين ربنا تجاب دعية إن أنا أعذر وعزلت فعلا الحمد لله الحمد لله حاجة دانية يا شيخ نو عليه الشع اللي بيعمل كل ده بقى مين مرتك أخويا اللي هي اللي تبقى بلتخلته دي اللي بتعمل العمل دي لإنا أوراق مكتوبة عليها باسم المرأة اسم الرجل آآ لا أتوقف بيت مين يا اسمين اسم جوزي واسم مامتي لا أتوقف فين لا أتوقف فين في الأوراق اللي عندي مرأة أخويا اللي تبقى بنتي خالته طبعا أنا عايز أسهم حاجة مشاكلي أنا وجوزي وحقيقي اللي هم بيقولوا هل ده صح ولا كد حاضر ربنا يا خليك يا شيخ حاضر آآ بدون ما نتفرع برضو عشان بس أنا عايز يعني أكبر قدر طبعا أن نتكلم في موضوع مفضلي علي بيه يعني لا طيانها ربني أعزك ربني أعزك آآ شوفي السحر موجود والشيطان موجود والحسد موجود والتلاتة مذكورين في الكرة دي اسمه الفعل فعل الحسد فعل السحر الشيطان بكيانه شيطان إنس وشيطان جن الاتنين خلاص كده لكن ايه اللي مش موجود وإن كان موجود في أضعف حالاته بإذن الله السحر لأن السحر لا يصنعه إلا ساحر صحيح السحر ده ربما يكون جن مش لازم إنس والسحر ده ربما يكون إنس بالاتفاق والتعبد لشيطان من الجن بيتم ده إزاي يا شيخ محمد يعني يعني أي شخص عنده القدرة للتعامل مع الجن وإنه يكلمهم وإنه يبقى فيه اتفاق أو فيه تعاقد بينه وبينهم على شرط أزايد شخص شرط أصولي بينهم شرط واحد بس شرط إيه؟ واحد إن الأول الإنسي ده يكفر بالله شرط أساسي وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن حسن الله عباده يعني ربنا حفظ العباد قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله طالما بإذن الله هيعمله ليه؟ مش الابتلاء موجود والخير موجود يعني ابتلاء خير والابتلاء شر ده بيصبر سيدنا أيوب لما عليه من الله السلام لما الشيطان مسه بنصب له عذاب مرض لما حرق له أمواله لما تسبب لأن الذي يحي ويميت هو الله صحيح لكن تسبب في موت أولاده ربنا سبحانه وتعالى جعلوا مثال أعلى بين الناس للصبر سيدنا أيوب ولكن السبب في الشر عنده من؟ الشيطان صلطه الله على كل شيء إلا على قلبه لأن قلبه يملي على لسانه ذكر الله دائما طيب يبقى اتفقنا ده موجود وده موجود وده موجود لكن اللي بيأمل حتى لو وجد في ضعف في الإنس ها في ضعف إنما بعد كده بقى طلبات الشيطان من الإنسان بعد كفره أكيد طلبات لا تتفق معها زرة من الإيمان أو من الإسلام حتى اللي بيبقى الإنسان اللي بيبقى فيه تعاقد زي ما بنقول بينه وبين حد من الجام بيشوفه بيكلمه لا زي ما بنقعد نسمع كده ده حضره ده مش عارفين لا بيتم ازاي لا شوفي بقى فيه فيه الحضره الحلقة اللي فاتت بدون أعطى كلامك صدالي بعض ما خلصنا قلتلي يا لمية لو تجاوزنا في الكلام والله ما نقوم أنا وانتي منع الكرسي ده إحنا لو تجاوزنا على أي حد بعينه قلنا فلان أو تهكمنا في الكلام لأن إحنا نتكلم كلام واقعي لكن لا نتهكم يعني إيه يعني ما نستهزأش بالغير أي ما نستهزأش بغيرنا إحنا لما نخش دورة الحمامات أي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أما بيقول لك خشي بشمالك لأن من الخير إلى أدنى وانت راجع بي الأفضل أرض الحمام ولا أرض الشأة أو الأوضة اللي أنا فيها يبقى الطاهر أفضل من أي إلا بقضي في حكتي عشان كده شمال ويمين مش أكتر يعني تدخلت باليمين دخلت لكن التيمون بركة أفضل يعني دي واحدة لكن المهم بقول أعوذ بالله من الخبس والخبائس والخبائس الخبائس اللي هي الهوام ممكن نملاية بتقفضر تلمية سرصار مش عارف إيه مش عاجات دي بتطلع من بلعات أي يا ستي بلاش تأزيني بس أترعب منها أترعب إيه حد بيخاف من سرصار مثلا ولا مش مزبوط الكلام أي لا في ناس كتير عظيم عظيم أوي طبعا بيحصل مصايب من الحكاية دي سرخة مع قومة غير عدلة تروح واقعة ولا يروح واقع إيه بقى خطورة آه يقول بقى لا مش خطورة مش خطورة ده أنا هقول لحضريك على حاجة في الوقعة بتاعته يتمزئ يطئوس ينكسر بتاع مش عارف إيه قولك تلبس تلبس إيه ولا تلبس ولا تقلع مفيش بصي بقولها لك إيه مفيش يعني الكلام اللي بقى ما تعيتوش في الحمام ما تصرخوش في الحمام مش عارف هنا بقى هنا بقى احنا قلنا دي الخبائس تبون خبس في اللي قال أنس الشيطان شو معنى أنس الشيطان قال لأن ربنا سبحانه وتعالى لما طرد إبليس من رحمته قال إيه قال له إيه اجعل لي بيتا ده إبليس بيقول لربنا سبحان الله تعالى بيقول له اجعل لي بيتا قال بيتك الخلاء قال اجعل لي طعاما قال طعامك الميتة قال اجعل لي مؤزنا قال مؤزنك المذمار قال اجعل لي مصدقا قال مصدقك الكهنة العرفين والكهنة وابتاعوا الكلام ده كله طيب يبقى لما بيقوله أنسة يعني الشيطان راح بقى الشغله وامرته أعدى في البيئ طبعا كلام أنا عن نفسي مش داخل دماغي أوي مع سمحيني غير يخش دماغي للجاوة لكن موجود شيطان أو موجود من الجاوة وهنا الخبث فيه لأنه طالما شيطان يبقى كائن خبيث كائن خبيث والكائن الخبيث ده يضر ولا ينفعه يضر يضر ساعة ما بسمي الله وبخش وبستعز بالله يعني باحتمي بالله الذي يراني ويراه لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه ويراكم هو وقبيله من حيث لا طرونهم هم 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 بيشوفونا هم شايفيننا حنا قلنا إنس مش حنا قلت إحنا عنصرنا أو تكوين إنس هم يحس ويرمس ويقتنس بي الجن زي ما قلنا الجنين ليه الجنين وليه الجنة والكلام ده كله لأنها فيها ولا فيها العشة بتاعة الدنيا دي كله حتشوفت تاني فيها الستر م الستر لما سيدنا نبي ساللها ساللها ما سيدنا نبي ساللها بيوصف الجنة إن لبنة من فضة ولبنة من زهب ويرى عاليها من سافلها وسافلها من عائلها وده باطنها من ظاهرة وظاهرة من باطنها إذن مكشوفة ولا مش مكشوفة؟ مكشوفة يعني كل شيء ببعضه لا ده أنا اللي أشوف اللي يخصني واللي يخصني شوفني ولما أحب أشوف حد تاني أستأذن عليه إذا أزل لي أشوفه ما أزنش لي أشوفش حاجة يبقى ده اسم الستر الرباني الذي لا يقوى عليه إلا الله ونعم بالله سطره بلا حائل الدليل على كده أن جات امرأة أبو لهب وجات عند الكعبة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسيدنا أبو بكر قاعد جنبي فلما جات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي جاي كده بيقرق رؤاها مسموع الصوت وقاعد هو يبقى شايفين فلما جات عاجيبة ده بتقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أين صاحبك اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتقول له فين محمد فين صاحبك فقال لها في أرض الله ما هيقول لها مش موجود زي ما حالي بنقول لها عيالنا رضي على التلفون قول له مش موجود نعلمه تكذبه نرجع نقول بيكذبه بتكذب ليه فقال لها في أرض الله قالت له لو رأيته لا ضربته بهذه الحجارة ومعها شوية طوب كده في قدها وقالت محمد أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والعياذ بالله ومشيت فبعد ما مشيت سيد نبو بكر ديحك قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت بجواري وتقرأ القرآن وأسمعه وهي أمامي لا تراك ولا تسمعك فكيف ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله رفع بصرها عني فأنزل الله تبارك وتعالى عليه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا موجود لكن العيمة تشوفش الله بإذن من بإذن الله ولذلك نصيحة نصيحة الواحد لما بيؤمنهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم أنت ربي عليك توكلت سبحان من أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور يبقى أنا بسلم كل حاجة لله صحيح ونعمة وبستعين على كل حاجة بالله وببدأ كل حاجة بإسم الله وبتوكل على الله توكل تام ده أول ما قوم من النوم يبقى كل ما يحدث في نهاري وليلتي بعد كده حتى اليوم التاني على بركة الله وفي رعاية وعناية من الله سبحانه وتعالى نيجي بقى بعد إذن حضرتك اللي هي سألت عن الأعمال والحاجات عايزة تقولي حاجة عايزين نروح فاصل وبعدين نقول لها فضل مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية خليكم معنا برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة الدعاء الإسلامي الشيخ محمد توفيق أكيد بنرحب بالتصلاة حضراتكم وأسئلتكم تقدروا كمان تبع تقولنا اسم آس على رقم 9 1 2 3 5 شيخ محمد حضرتك كليك تعليق على مكالمة ياسمين وموضوع الأعمال وأنه فيه اتهام وريبة بيتهموها أنها عاملة أعمال طبعا أنا عايز بس أقول لها أن الاتهام على غير علم لأن ما فيش حد بيثبت الكلام ده إلا بواقع مادي يعني لقينا كذا عملنا كذا مش عارف إيه الكلام ده كل ولما يلاقوا حاجة زي ما هي قالت كده بتبقى يعني مثلا قولي بنسبة 90% غير صحيح لأنه إحنا قلنا الساحر نفسه ضعيف جدا وربما يكاد مش موجود إنما فيه سحرة مش عشان يسحروا بقى الناس وبتاعه الكلام ده يبقى إحنا بنقول لها دلوقتي أنت عليك تقولي اللهم إني أستجير بك فأجرني بس تدعي ربنا سبحانه وتعالى اسمحيلي تفضل طبعا بصي بتقول إيه اللهم إني أستجير بك فأجرني طب هي بدأت تقول لا ده فيه حد عامللي أنا وجوزي أنا كمان أنا ما كنتش بأمن بالكلام ده بنسمع للأسف للأسف كتير قوي كتير جدا من ناس أول ما ييجي يتكلم عن عالم الجن أو الشيطين أول حاجاتي يقول إيه أنا ما بأمنش بالكلام ده أقول له ليه ما بتأمنش وفي ناس ما تأمنش بالحسد تقولك على الرغم من إنه مذكور في القرآن ما أمنش به إزاي ما أمنش به إزاي والجن ممكن يتشكل هنا بقى نقدر نشوفه لما يتشكل في سورة نحن كبشر نشوفه في سورة قطة نشوفه في سورة أفعى وأنا قلت الاثنين دول بس لأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الهرة والأفعى حتى تستأزنوا عليها ثلاث فإن انصرفت انصرفت وإن بقيت فاقتلوها ليه لأن ربما يكون أخيكم من الجن وفي مكة ما فيه مسجد اسمه مسجد الجن ما فيه مسجد الخيف اسألي أي حد طب قولي له مسجد الخيف ده بتاع أيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأبل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال إلى أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت يا ابن مسعود قال معك يا رسول الله ما رضي شو قوله لكن قال له معك يا رسول الله فاستحب فجه عن الحتة اللي فيها مسجد الخيف دي ما كانش مسجد ولا حاج جي في الحتة دي ورأى عمل دايرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل دايرة على الأرض وقال له يا ابن مسعود لا تخرج من هذه الدائرة حتى أعود ما تخرجش من الدائرة دي شوفي بقى هنا دليل إن الحجب بيبقى من عند الله ما حاجش يقدر يحجب حاجة عن حاج ما تخرجش من الدائرة دي إلا إيه أما جيلك فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه رضي الله عنه أرضا يقول إيه نظرت إلى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوله حبيبي لإني يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخرة طيب فإذا هو على مرمى بصري أنا شايف بعيده شايف يعني طيب ويقف بين أناس عن يمينه وعن شماله ما هو ما يعرفش هو شايف في حد مجموعة هنا ومجموعة هنا سود الوجوه سود الوجوه مش لونهم يسود هو مش شايف تفاصيلهم بيض السياب شايف بياض فوصفوا إنه بيض إيه السياب لهم دوية كدوية نحل زن زن ده يعني أنت مش فاهم هما بيقولوا إيه مش لازم يبقى هما بيزنوا لكن أنت مش فاهم هما بيقولوا كلامهم مش مفهوم بالضبط كده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربوا بعصاه على الأرض العصاه بتاحت كدو بيضرب بها على الأرض بيخبط بها على الأرض فجلسوا فوقف وتكلم ولم أسمع شيئا سيدنا النبي بيتكلم هنا كون هو شايفه بك شايفه بيشاور وبيتكلم وبيشرح لهم لكن مستمع فلما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام قاموا وعانق كل منهم الآخر اتقابلوا بقى مع بعض كده وكل واحد سلم على التاني وإيه وحضنوا وباسوا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من اللي بيحكي لنا الحكاية دي سيدنا عبد الله بن مسعود رد الله عنه أرضاه فلما جاءني قلت له يا رسول اسمع بقى الكلمة الخيف جاي من إيه قلت له يا رسول الله نظرت فإذا بهؤلاء فخفت عليك خفت إيه عليك فكدت أخرج إليك من الدائرة كنت أخرج واجيلك شوفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه والذي نفسي بيده يا ابن مسعود والذي نفسي بيده يا ابن مسعود لو كنت خرجت من الدائرة لاختطفوك ولم نلتقي إلا يوم الدين قال له من هؤلاء يا رسول الله قال قبيلتان من الجن كانت مختلفتان على خلاف فأصلحت بينهما واقع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك جن وربطوا في ساري من المسجد وقال بعد ما رابطوا خلاص إذر عليه رسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقدر يشوفهم شايفهم لا ده مش كان يقدر ده هو شايفهم زي ما بيشوف لأنه مكشوف عنه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيشوف من عينه ومن ظهره ويسمع ليس كسمعانا هو بشر مثلنا ولكن بشر يتلقى من الله صحيح إحنا لو جلنا منام شوية مهيئ حلم 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 في شدة شوية بنقوم نجري سيدنا النبي لا وبالرغم من ذلك الصحابة بتقول كان إذا نزل عليه يتصبب منه العرق قلق لق ونسمع دوي كدوي النحل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسك الجن في المسجد وربطوا ربطوا ليه إدر عليهم ولكن قال له لولا دعوة أخي سليمان هنا بقى الدليل القاطع إن ما فيش حد يقدر يمتلك الجن يمتلك آه يعني يبقى تحديده عبد له لا يتعامل معاه يعني كلمة أنا مصخر جن لحماية مصخر دي مجازا لكن بيتعامل معاه لقول الله تبارك وتعالى بيستعنبي بقى في حاجات لقول الله تبارك وتعالى وإذ رجال من الإنس يعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقة يعني بيتعاملوا مع بعضه الكفار وليهم الشيطان اللي بيلجوا إليه ويبقى كلام يبقى هنا لما نيجي نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربطوا في المسجد وقالوا لولا دعوة أخي سليمان إيه الدعوة رب جعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فمن ضمن ملكه إيه الجن فلا ينبغي لأحد بعد سيدنا سليمان إلا التعامل التعامل وطائف الشيطان ونزغ الشيطان حموه أن يخلي الإنسان يخرج عن شعوره ويعمل يعني ما يغضي بالله ولا يعز بالله ولذلك ربك سبحانه وتعالى يقول إيه وإما ينزغن كمين الشيطان نزغن فاستعز بالله والشيطان يقول إيه يعني يوم الهيامة ما كان علي عليكم بسلطة إلا أن دعوتكم فاستجدتم لي صحيح الله يعني هو بيدعاه وهو بيقوله وربنا سبحانه وتعالى بيقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه والجن مخلوق قبل الإنس ولذلك بتلاقيه دائما في القرآن في جملة البيان بتاعته مقدم على الإنس لكن إحنا بنقول لكل من هيأت له نفسه إن يتهم الناس إن دي أعمال ودي كذا ودي كذا ودي كذا اجتنبوا كثيرا من الظل إن بعض الظل صحيح صحيح أستأذنك ناخد التليفون تفضلي فاند معنا مين أستاذ محمد أستاذ محمد هلو اتفضلي فاند طب حاول تكلمنا مرة تانية الحمد لله شيخ محمد يمكن من ضمن الأسئلة برضو اللي الناس بتسألها بيأكلوا إزاي بيشربوا إيه أكلهم إيه شربهم إيه هل ممكن يتعرضوا لأكلنا ولا لأ طيب أما نيجي نقول وما خلقت الجن والإنس إلا لعبد وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن لإليك سمعوا الكرآن طب فيه من الجن رسل آه رسل آه وبعدين يروحوا القومهم ينزروهم بأنه لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا إياه وقد كلفت بكذا وكذا 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 وذلك أنزل على رسول الله فلان الصلاة والسلام ونحن سمعنا وأطعنا يبقى دول اسمهم إيه رسل الرسل عندي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الكرآن فلما قد يولوا إلى إيه قومهم ليه منذري قالوا لهم ده إحنا سمعنا كتاب أنزلهم سمعنا كرآنا عجبة فآمنا به يهدي إلى الرجل فآمنا به إذن إذن دول رسل اسمهم إيه بقى رسل الرسل زي ما فيه واحد يسأل سؤال محواري كده يقولك إيه هو كان في عهد رسول الله رسول غير رسول الله عليه الصلاة والسلام على طول هنقول له إيه لا يقول لا فيه الله فيه رسل في عهد رسول الله آه رسل رسول الله إلى أقوامهم من الجن سيدنا معاذ بن جبل رسول رسول الله إلى اليمن أيه مثلا على سبيل المثال الحصر يبقى دول اسمهم إيه؟ رسل الرسل بس اللي بيقول بيقول بسلوب إيه تشويق شوية أو عشان يعني يسير الانتباه في منهم مسلم وفي منهم مسيحي عظيم عظيم بصي بقى كل ما يسمى شيطان إيه شيطان؟ مulp تحلي ايه معنى؟ أما هو إن ذكر إلا إبليسة أبا واستكبر ده اسمه زي ما نقول آدم ده اسمه إبليس طب إبليس ده إيه؟ من الملائكة ربنا قال لا من الجن عشان فيه ناس كانت فهمة أو ناس فهمة أن إبليس واحد من الملائكة لا 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 الملائكة من نور والجن من نار السموم السموم مش السم يعني إحنا لما نعمل لما تشغل البوتجاز خلاص كده حوالين اللي عندك كده النار بتبقى لونها أصفل في أحمر واللي فوق اللون أحمر الحرف بتاعها لونه أزرق ده الأزرق ده اسمه نار السموم نار السموم ليه نار السموم؟ تخيلي إنك لو مسكتي حاجة كده وحططيها عند اللون الأحمر في الأصفر ده مثلا تاخد ثواني كده على ما تسخل يعني مسك خمس ثواني فما فوق لو حططيها عند اللهب الأزرق ده ثانية أو اتنين بكتير وتسخل ليه؟ لأن ده صفية النار النار الحامية اللي هي يقولوا عليها إيه؟ لزا النار طبس أنت ملتيج برضو بيأكلوا ويشربوا إيه؟ ما أنا أقول له حضرتك هو بقى؟ يبقى لما نيجي نقول إبليس ده من نار السموم؟ آه يبقى نيجي نقول طب إبليس ده اللي من النار والإنس من طين ويكتمعوا مع بعض وربنا يكلفهم بالعبادة والإيمان اللي يؤمن يبقى صالح ولا فاسد؟ صالح عظيم واللي ما يؤمنش فاسد وكافر مش كده برضو؟ أي يبقى اللي آمن ده اهتدى إلى الطريق السوي واللي ما آمنش بعد شط عن طاعة الله واللي آمن يأزيه ولا ما يأزيش؟ ما يأزيش اللي آمن هو اللي ما آمنش شط ولذلك سمي إيه بقى إبليس لما شط عن طاعة الله شط بعدها قالوا لسيدنا داود أحكم بيننا ولا إيه؟ تشطط تشطط يعني إيه؟ يعني ما تميلش تبعد عن الحق أو العدل في الحكم يبقى شيطان شط عن طاعة الله واتباع ما أمر الله يسمى إيه؟ شيطان عابد مؤمن يسمى جان يسمى جان ولذلك اللي بيؤمر بالفساد اللي هو الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبيل سألتين بقى بيأكلوا ويشربوا إيه؟ ويشربوا إيه؟ وبعملوا إيه؟ والكلام دا كله أولا الأكل الرئيسي بتاحهم العظم والروس روس البهائم دا الأكل الطبيعي بتاحهم والعظم الله بيأرقشوا العظم لا قال لك عندما يأخذ العظم يكسوها الله لحمها رزق يسوقه الله إليهم بيموتوا يا شيخ محمد؟ أه طبعا مش إحنا بنقول دلوقت حي قيوم والإنس والجن يموتون دا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لما نيجي نقول الأكل بتاحهم إيه هو بالزبط حضرتك شاورتيلي هنتوقف عليها ونكملها إن شاء الله لو عيشنا وكلنا عمري بإذن الله الحلقة الجاية نورتين يا شيخ محمد بشكر حضرتك جدا إلا نور نورك وفتوحه من الله بالمشاهدين وأرجو من الله أن يأجرنا جميعا في مصيبتنا ويخلف علينا خيرا منها وإنا لله وإنا إليه رجوعه يا رب عمين يا رب أشكرك يا شيخ محمد يا رب العزيك أشكركم مشاهدين وأشوفكم يوم السبت على خير إن شاء الله يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي أشوف حضرتكم بقى الخير سلام عليكم أشوف حضرتكم بقى الخير أشوف حمدنا وحملنا لهم ونسبنا لسمطه والنساء وتمننا ألب طيقة تبع علينا قريقة نصعب أواب علي بعضنا وتلاقينا في ضغربات نوروب بكل واحنينا ونخاف نزاع على ربنا اللي يقاف عرضنا من كل حب وبدو الأرض في كلمة بتمس الشعور وكلام يخلي الدنيا نور لما يكون كلام ملتا